تمام والخمسة بتوقيت الجزائر صد الله مساءكم مشاهدين الكرام وهنا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والذي سنوى فيكم من خلاله بأهم وآخر التطورات في أرض الوطن وخارجه البداية بإرهابية طرقات حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم ووصيب ستة عشر آخرون بجروح في ثمانية حوادث مرور وقعت في مناطق متفرقة من الوطن خلال الأربعين وعشرين ساعة الأخيرة حسب حصيرة وردتها اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية وقد سجلت أثقل حصيرة على مستوى ولاية بجاية بوفاة ثلاثة أشخاص على إثر حادثي مرور على مستوى كل من بلديتي سديعيش وبخلفة